الطاعة وتصبر عن المعصي الطاعة محتاج إلى ممارسة ومداومة لما الإنسان يداوم على صلاة الليل كمرحلة أولى جميل أنه يصل إلى درجة الاستيحاش إذا تركها كأنه قد ترك واجبا هذه المرحلة الأولى لكن ليكون كل همي أنني فقط أصلي صلاة الليل لأن هالمستوى هذا ما يعطيك فوائد الفوائد اللي إذا تريدها خل تكون صلاة الليل هي اللحظة التي أنت تبحث عنها وتطلبها يعني استذوق صلاة الليل في دعاء الإمام اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ما قال اللهم وفقني لعمل الطاعة توفيق الطاعة توفيق الطاعة شنو؟ يعني أن تكون متذوقاً للعبادة لما تجي تصلي صلاة الليل تشعر بطعمها تشعر بروحيتها أبو حمزة ثمالي كان قاعد بجنب الإمام السجاد عليه السلام ودخل واحد قل ليبنا رسول الله من هذا الذي بجانبه؟ قال له الإمام لماذا تسأل؟ قال إني أرى نوراً يصدر من وجهه وجه نوراني قال إن هذا أثر صلاة الليل فإنها تنير الباطن والظاهر لكن متى يوصل الإنسان إلى المستوى؟ محتاج إلى صابر يعود نفسه أولاً على أن تكون هذه الصلاة جزءاً من حياته وهذه محتاجة إلى مشوار يمكن أن تتصلي سنة كاملة ما تترك صلاة الليل ولما تتركها مرة واحدة ينتهي كل شيء عود نفسك في كل عبادة أن تستشعر أبعادها الروحية تحس بيها في كيانك قوّ على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي الجوانح القوى الداخلية خلي قلبك وروحك وعقلك يستشعران معنى الحب الحقيقي معنى العشق معنى الوصال مع الله تبارك وتعالى